أهلا بكم في التاسعة وأعتقد أنه بعد أسبوع من رمضان عشرين اتنين وعشرين يمكن معالم كتير اتضحت في الأسبوع الرمضاني الأول منها اعتدال الجوش وقت حاجات زريفة كده وهدوء واستقرار عام لكن من أهم الحاجات اللي نقدر نقول إنها عنوان كبير موضوع الذائقة العامة بالذات وإحنا بنتكلم عن الدراما في رمضان فكرة الذائقة العامة دي فكرة كانت غيبة عننا لسنين طويلة تحديدا من وقت اللي فينا لحقوا وتابعوا وعيشوا وتربوا على دراما أسامة أنور عكاشة والزمن ده وفكرة إنه المصريين كلهم يسمعوا نفس الحواديث والحكايات المبادئ اللي كانت مصر كلها بتتكلم عنها من خلال مسلسل أو عمل درامي نقول إنه الذائقة العامة دي بترجع لنا مرة تانية بواحد من أهم المسلسلات السنة المسلسل على مدى ثلاث سنوات قدر إنه يعمل الحرقة دي يوحد الذائقة العامة يجمع المصريين إنهم في وقت واحد يشوفوا حاجة واحدة ويتأثروا وينفعلوا بعقيدة واحدة يمكن مسلسل الاختيار واحد واثنين كان مودينا معاه في السكة دي لأنه فتحانينا على حقايق أعتقد إنه معظمنا مكناش متخيلين تفاصيلها بالشكل ده قصص شهداءنا وبطولاتهم كنا نعرفها لكن مكناش نعرف تفاصيلها الاختيار السنة دي أو القرار يمكن رجعنا نفتكر تفاصيل إحنا كنا وكنا ومازلنا جزء منها عشان كده أنا شخصيا بعتقد إنه الاختيار السنة دي من أصعب التحديات ومن أصعب الأجزاء في الاختيار صعب طبعا لأنه بيخليك تشوف الصورة الكبيرة اللي أنت عشتها وتمتحن التحديات من زاوية تانية بيخلينا بلا شك كلنا كمصريين نمتن لربنا أولا والكل شخص كان ليه دور في استرداد الوطن اللي اتخطف بلدنا اللي اتخطفت لكن محدش أبدا قدر إنه يهنها بلدنا اللي نقدر نقول إنها في لحظات معينة اتسرقت لكن محدش قدر يمتلكها السنة دي الاختيار صعب صعب لأنه هيزعل الكرهين لأنه فيه طول الوقت ناس كرهننا وكرهن لنا الخير ولسه موجودين لسه مستخبين وصينا صعب لأنه هيصح جواهم إحساس حقيقي بأنهم اتهزموا فهيحاولوا تاني وده بيحصل وهيفشلوا تاني إحنا متأكدين كده إنه لو الدولة كانت في الاختيار أو اللي احنا بنشوفناه على الحقيقة مش في المسلسل لكن في الواقع لو كانت دولة كانت اختارت إنها تتعامل مع شوية المرتزقة اللي كانوا موجودين في الشوارع اللي كانوا يتحركوا في الشارع بس وكانت ثابت رؤوس الأفاعي كنا زماننا لسه في نفس الفوضى كنا هنفضل سنين وما كناش هنخلص لكن الاختيار كان بيقولنا إجابة مهمة جدا أعتقد إنها مهمة لنا حتى في التعامل مع كل محاولاتهم لتفشلنا إنه الإجابة هي دولة القانون إنك تحيي وتقيم دولة حقيقي مبنية على القانون والاختيار بيقولك كمان إنه الإجابة هي تجفيف المنابع إنك ما بتتعاملش مع اللي في الشارع ما بتتعاملش مع المؤذي والإرهابي ورغم إنك بتتعامل معاه طبعا لكن أنت بتدور طول الوقت على أصل المشكلة عشان كده بعتقد إنه في كل مرة يحصل فيها مقاومة من الباقيين من الغاضبين من اللي زعلانين من اختيارنا أيا كانت أساميهم كل مرة تغضب من تصرفات غدر تصرفات استفزاز من هؤلاء الموتورين افتكر إنه اللي لينا في بلدنا كتير وإحنا شفناه وعشناه ووثقناه في أعمال درامية عشان نفتكره ونرجع نفكره لولدنا اللي لينا في بلدنا كتير وافتكر كمان إنه الاختيار إننا نقاوم وإننا نتوحد ما نتفرقش يعني اللي يستغل أي موقف أو أي فكرة أو أي موضوع عشان يقولك اغضب من بلدك يبقى بيخسرنا كتير لكن غضبنا يتوجه في السكة الصحة ده الاختيار والقرار إننا نكمل إننا نكمل ما بدأناه بدون أي معطلات متأكدة جداً ودي مقدمة بسيطة جداً عشان عايزة أقولكو النهاردة حلقتنا القصيرة جداً في التاسعة هنتكلم النهاردة عن اختيار المصريين اختيارنا على الأرض واختيارنا الدرامي اللي احنا بنشوفه كل يوم واللي بقى جزء من طقوسنا الرمضانية اليومية النهاردة يكون عندنا حوار سريع لكنه مهم جداً عن اختيار تلاتة موسيقى